فإن قال قائل لكن الله يقول في كتابه فتبارك الله أحسن الخالقين فأثبت خالقين ولا لا صح معنا يقول ليش أن الله منفرد بالخلق لهذا جوابان الجواب الأول أن هذا على غير بابه أحسن الخالقين لا يعني أن هناك خالق غير الله والله أحسنهم فمثل هذا قال اسم تفضيل على غير بابه مثاله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم خيرا لهم من ماذا يعني هل إذا كفروا هم على خير لكن إذا آمنوا أفضل لا قال جل وعلا أصحاب الجنة يوم أيضا خيروا مستقروا وأحسنوا مقيلة ممن من أصحاب النار هل يعني أهل النار أيضا في مقيل جيد لكن أهل الجنة مقيلهم أحسن الجواب لا يقال هذا على غير بابه فما لم يكن فيه فاضل وأفضل يسمى على غير بابه فليس المراء أحسن الخالقين أن فيه خالق غير الله والله أحسنهم وإنما هذا يقال على غير بابه وأحسن من هذا القول الثاني وهو أن المخلوق يقال عنه خالق لكن باعتبار معنى خاص به وأما الخالق الذي يوجد الشيء من العدم فهو الله وحده لا شريك لا قال جل وعلا عن عيسى بن مرم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فأكون طيرا بإذن الله فعيسى بن مرم ماذا يخلق من الطين أما ليخلق شيء من العدم شيء معدوم يوجده هذا الله وحده فالخلق يطلق على تحويل الشيء إلى شيء كما يخلق النجار من الخشب مثلا بابا ويخلق الحداد من الحديد مثلا بابا فهذا حول من شيء إلى شيء يقال عنه في اللغة خلق وخالق لكن الذي يوجد الشيء من العدم هذا الله وحده واضح؟ فهناك خالق من المخلوقين لكن خلق بمعنى خاص وهو تحويل الشيء إلى شيء أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير إذنه لم يخلق طيرا من العدم وإنما صنع طيرا من إيش؟ من طين خلقه الله عز وجل فالله عز وجل الخالق الذي لا شريك له في الخلق الذي أوجد المخلوقات من العدم فهذا الله وحده وأما غير الله عز وجل فإن قيل عنه خالق فبعن أنه يحول الشيء إلى شيء لأنه يوجد الشيء من من العدم طيب الله عز منفردهم بالملك ولا لا صح له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل اللهم مالك الملك أليس المخلوق أيضا يملك؟ نعم قال جل وعلا أو ما ملكتم مفاتحة وقال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فيملك اسم المالك فلان نقول نعم أيضا هذا الملك محدود فهو ملك مؤقت متى ما مات انتغلت الملكية متى ما باعه انتغلت الملكية متى ما سرق ذهب وانتغلت الملكية وهذا الملك أيضا حتى في التصرف تصرف محدود يعني لو كان عندك بيت في منطقة سكنية تريد أن تبني عشر أدوار ما اسموح لك؟ ملكي أخي كيفي؟ لا موش ما اسموح لك إذن تصرفك محدود وإن كنت مالكا له لو كان عندك سيارة تريد أن تمشي سرعة مئتين ها يخالفونك صح؟ لماذا يا أخي سيارته كيفي؟ لا أيضا ملك محدود لو كان عندك سيارة تحرقها تلام على ذلك ولا لا؟ شرعا وعقلا وعرفا صح؟ لكن الله عز وجل لو أرسل صواعق حرائق زلازل فيضانات لا يسأل عن ما يفعل ملكه تام ويفعل ذاك العكمة وهو أحكم الحاكمين فإذن الله عز ملكه تام ولذلك يوم القيامة حتى الملك الموقت هذا ينتهي يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلة يعني حتى لباس هذا اللباس ليس عليهم لباس نعال لا نعال غرلة كما خلقهم الله غير مختونين حتى ينادي الله عز وجل على رؤوس الخلاق لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد يجيب نفسه يقول لله الواحد القهار فالمخلوق يملك صح لكن ملك محدود ومؤقت أما الملك المطلق له الملك يعني كل الملك الألف والله من الاستغرار فلمن الملك الكامل المطلق لله وحده فعال لما؟ لما يريد إنما أمره إذا أراد الشيء يقوله كن فيكون والله يحكم ولا معقب لحكمه فالله عز وجل له الخلق الكامل يوجد الشيء من العدم ما يخرج عن خلقه ولا ملكه ولا تدبره مثقال ذرة ما من متحرك ولا ساكن ولا حقير ولا عظيم ولا كبير ولا صغير إلا هو مخلوق لله ملك لله مدبر من الله عز وجل يدبر الأمر من السماء والأرض إن الله منفرد بالربوبية بأفعاله لا شريك له ولو سمي المخلوق خالقا أو مالكا أو مدبرا فكل ذلك ليس كخلق الله ولا كملك الله ولا كتدبر الله وإنما هذه أشياء محدودة لقب المخلوق واضح؟ طيب كم